طبعاً شوفنا معاكم مجموعة لقطات من التدريب الصباحي للنادي الأهلي النهاردة في أسوان طبعاً استعداداً للمتش المرتقب بين الأهلي وأسوان أهلاً من كل حضراتكم في تاني فقراتنا الحوارية الفقرة اللي إن شاء الله ربنا بس يدينا القدرة كده أن احنا نفتح كتير من الملفات المحلية وكمان العالمية هنتناقش فيها وكمان هنحاول نقرأ المشهد الكروي في مصر وفي العالم بشكل عام مع ضيفي العزيز اللي بنوارني ومشرفني في حلقتنا النهاردة أن أخذ رياضي الأستاذ إسلام محمد يا صباح الخيرات وأهلاً بك معنا إسلام صباح الفل عليك يا أستاذ كريم بصبح عليك طبعاً هو صبح على بيتنا الكبير يعني أنا كل مرة بكون موجود هنا بجد بكون فخور إن أنا موجود معك سعيد إن أنا موجود معك سعيد إن أنا موجود مع الفريق العمل المميز ده الحاجة يعني حاجة فخر بجد لكل حد يا ربي خليك إحنا للسعداء ومشرفين بوجودك معنا وزي ما كنت بقول من شوية كده إحنا عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها بطبيعة الحال لازم النادي الأهلي يكون هو العنوان الأبرز في حوارنا ده وتعالي نتكلم ابتداء أو انطراقاً من ماتش الهلال السوداني الأخير وإحنا يعني كنت بسلم عليه قبل ما نكون مع حضراتكم على الهوى من شوية فتجذبنا شوية كده سريعاً أطراب الحديث وكان فيه أوجه عكنانة كده خدت بالي منها وطبعاً أحداث مؤسفة خسرت مع نهاية اللقاء طبعاً طبعاً بص لو جينا تكلمنا عن الأهلي خلال الفترة اللي فاتت يا كريم هتلاقي أن الأهلي مضغوط مضغوط بشكل كبير جداً تخيل أنت بيسافر من كرة لكرة بيلعب في كأس العالم للأندية بيرجع بعد كده على السودان بيرجع بعد كده على القيرة بعد كده على أسوان تخيل كل ده في حوالي 15 يوم تقريباً بيلعب أربع مباريات من العرصة كيل جداً في كأس العالم للأندية مع أبطال الكرات مش هنقول إجهاد ولكن الأهلي بالنسبة لي أنا شخصياً قدم مستويات مميزة جداً في كأس العالم للأندية تخيل أنت بيلعب قدام بطل أوروبا ريال مدريد بيعمل أكتر من 13 محاولة حقيقية على بطل أوروبا تخيل المباراة معلقة لغاية الدقيقة 90 المباراة 21 في الملعب إكوال الأهلي بيروح بيهدد مرمى ريال مدريد مش حزين أبداً خلي بالك أن الأهلي رجع بالمركز الرابع كنا نتمنى بكل تأكيد البرونزية التالتة على التوالي طبعاً ده كان هيبقى إنجاز تاريخي لأي فريق في العالم فأعتقد أن مشوار الأهلي بالنسبة لي أنا في كأس العالم لأن ده كان مشوار مشرف مباراة فيلمينجو لها ما لها وعليها ما عليها سواء في التغييرات أو حتى في إجهاد اللاعبين إحنا في آخر 10 دقائق كريم تقريباً في مباراة فيلمينجو إحنا ما شفناش الأهلي أو تقريباً في منتصف الشوت الثاني أنا اتفاجئت شخصياً تخيل أنا ساب المباراة 2-1 للنادي الأهلي تقريباً أنا ما كملتش خمس دقائق لقيت المباراة 4-2 فأنت متخيل طالما أنت خدتنا لما قبل متخيل السيناريو وطالما أنت فتحت الملف بتاع كاس العارب بص في الماتشين الأخارة بصفة خاصة يعني في كل ماتش منهم على حدة كان فيه نقطة معينة صحيح كانت نقطة تحول في المباراة طبعاً ونتجعانها جوال ملهاش 30 لازمة تقريباً صحيح يعني أنا في ماتش ريال مدين مثلاً أنا غاية 2-1 تمام يعني شايف إن الدنيا ماشي الحال لكن فجأة بدون أي مقدمات أنا مش عارف إيه اللي حصل مش هنقول يا كريم انهيار ولكن هنقول ولا إلي تثقة لأن دايماً الأهلي بيعتمد على شخصية الأهلي كده نتجعانها الجولين اللي دخلوا فينا في أخر ماتشين هي طبعاً أكيد في ماتش ريال مدين ولا في ماتش في لامنجو في الماتشين بالفعل يعني تخيل أنت بقولك في لغاية الدية السعيد المباراة من واحد المبارائك ولا في الملعب أنت رايح بتهدد ريال مدين تخيل أنت الشوت الأول الشوت الأول الأهلي يطلع متقدم على ريال مدين إحنا عندنا بس مشكلة مشكلة كبيرة جداً في موضوع إهدار الفرص سواء في مباراة تخلي بالك نفس الكرة بالكربون داخل منطقة الثمنتاشر قدام ناجي الهلال السوداني على اللعابين تدارقوا الموقف سريعاً ما فيش وقت أساساً يعني أنت ما عندكش وقت يعني مكس ما خلاص أنت جاي شوف جاي من السودان طالع على أسوان كل الفرقة دلوقتي كل الفرقة دلوقتي بقيت تلعب قدامك تتمنى تتمنى بس أن هي تكسب الناجي الأهلي يعني شفنا الهلال قدم مباراة مش هنقول مباراة العمر ولكن الأحداث اللي حصلت دي أو الأحداث اللي حصلت بعد المباراة هم مش مصدقين نفسهم هم مش مصدقين أن يكسبوا الناجي الأهلي مع احترامي طبعاً لنادي الهلال السوداني ولكن فوزهم على الناجي الأهلي هو من افتعل هذه الأزمات سواء من قبل المباراة أو من بعد المباراة أنا عارف أن الفريق اللي بيفوز بيبقى في حالة نشوة نشوة بالفعل وبيبقى لطيف وبيبقى أصد يروح يسلم على الفريق المنافس دي وتبقى ديني حلوة لكن مش عارف يعني عموماً خلينا نتخطى النقطة دي صحيح وندخل بقى على ماتش بكرة طبعاً عندنا مباراة مهمة جداً طبعاً أصوان مع الكابتن أيمن الرمادي كمان عمل خلي بالك عمل عمل فريق محترم جداً لا تأمنوا يعني أنا مسمي أصوان كده تمسيح النيل اللي هو لا تأمنهم في الوقت الحالي ده ممكن يفاجأك يا كريم يعني تخيل أنت لو عملوا كمان كمية صفاقات الفترة الرحيلة ولو تخب بالك أنت من مباراة أصوان هتلاقي أن الفريق ملتزم مع أيمن الرمادي هتلاقي التاكتيك أو التشكيل ما بيلعبش فيه كتير عندنا شغل كتير بقى في النادي الأهلي لأن من خلال أنا معلوماتي أنا الشخصية أنه فيه تفكير عنده كولر أنه يريح بعض اللاعبين الأساسية في مباراة أصوان ويبدأ يدي لبعض اللاعبين يعني أنا من خلال معلوماتي يا كريم أنه بنسبة كبيرة احتمالي رايح علي معلول احتمالي رايح حمدي فتحي احتمال كبير بنسبة 95% يدي محمد شريف ويدي الكندوسي طبعا أحمد الكندوسي خلي بالك شخصية وصفقة مهمة جدا 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 في وسط ملعب النادي الأهلي طبعا بص هو منزلش وقت كتير ولكن الوقت اللي نزل فيه كان كافي أن احنا نقدر نستنتج هو دا تحس إن شخصية اللاعب طبعا مش أي لعب بيجي يرتدي تشيرت النادي الأهلي تحس بشخصيته ولكن أحمد الكندوسي مع أول لقاء لي ما تنساش إنك كمان عندك مران عطية كمان صفقة مهمة جدا فعشان كده بقولك بنسبة كبيرة كولر هيغير بعض اللاعبين في موارات بنسبة كبيرة يا كريم الراجل خلي بالك وطبعا تقي مرضو لحد جديد طبعا إحنا شفنا في كاس العامل الكندية لو تكتكر ورجعنا كومباك كده الوارا هنلاقي إن الراجل دور كل اللاعبين لعب تقريبا معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين معاه في القائم وجود لعب بحجم مران عطية وجود لعب زي بحجم الكندوسي عودة كمان محمد شريف خلي بالك عودة مهمة جدا 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 بعد إهضار الفرص وضياع الفرص اللي مش هقولك سهلة ولكن محمد شريف يعني لازم هو شخصيا يقعد مع نفسه شوية يعني لو عدي راجع ويقول لنفسه إيه في رأيك بص هو مش يقول لنفسه إيه أو يعاهد نفسه على إيه هو يركز في الملعب خلي بالك خلي بالك إن ممكن أي لعب أي لعب ممكن تكون في حاجات تانية شغلية خالص خارج الملعب ده بينطبق عليه وبيأصل عليه بكل تأكيد داخل الملعب عندك لعيبة على أعلى مستوى أنت عندك في كل خط يا كريم لعبين وتلاتة واربعين اتخيل أنت لما تصاب أكرم توفيق وتصاب كريم فؤاد طبعا بنتمنى لهم كل الشفاء والعودة لأن بالنسبة لي أنا دول صفكتين مهمتين جدا 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 للنادي الأهلي وجودهم أنا بالنسبة لي شخصيا لا بقولك دول صفكات جديدة للنادي الأهلي يعني عودتهم أعتقد الموقف أمغير تماما محمد هاني عمل برضو مباراة هيلة جدا في كأس العالم الأندية محمد هاني دايما دايما بنشوفه بيظهر وبيتقلق في مباراة كأس العالم الأندية لو رجعنا للنسخة اللي فاتت تقلق برضو فيها والنسخة دي أيضا تقلق فيها ولكن لما أكلمك على محمد شريف لأن محمد شريف هدف هدف بالفترال أو تفتكر أما كنا بنتكلم على عمد متعب عمد متعب يعني من ربع سنتي كده كان ممكن يغير لك نتيجة مباراة محمد شريف كده لكن لازم يركز في المرعب دي هتبقى حاجة مهمة جدا طيب خلينا نطمن ونطمن مشاهدين في كل مكان على الوضع حاليا في أسوان عمل إزاي هنروح على أسوان حيث يتواجد مننا العزيز محمد توفيق وطبعا نتعرف بقى منه على كواليس ما قبل مواجهة الأهلي وأسوان محمد صباح الفل عليك وأخبارك ايه كله تمام صباح الخير كريم تحياتي ليك والضفق الكريم وكل مشاهدين قناة النادر الأهلي في كل مكان من هنا من ظهرة الجنوب محافظة أسوان تحياتي ليك والكل مشاهدين الكرام طيب احنا عايزين نعرف أمينك كل كبيرة وصغيرة بتحصر عندك والحالة المعنوية والكلام اللي بيدور ما بين اللعيبة وبعض والكلام اللي داير ما بين كولر واللعيبة الحالة المعنوية والمزاجية الجو عندك عملي زي يعني قولنا كل التفاصيل أنا مش هقطعك الليلة ليلتك أستاذ تفضل يعني فور عودة الفريق من السودان تم طبعا إغلاق الصفحة أو صفحة بطولة أفريقيا مؤقتا والعودة طبعا ليه بطولة الدوري للحفاظ على المقدمة وصدارة الدوري الممتاز اللي بتصدرها بالطبع النادي الأهلي يمكن على طول الفريق دخل فيه أجواء البطولة المحلية يمكن على طول فيه تدريب بالأمس كان عصرا هنا على ملعب أستاذ أسوان اللي هيكون هيشهد إن شاء الله مباراة الأهل وأسوان غدا في إطار مباراة الأسبوع التسعة عشر كان التمرين قوي جدا يمكن كان بس بعض التمرينات الاستشفائية للمجموعة للعبة مباراة الهلال بشكل أساسي أما بقاة اللعبين يعني خاضوا مران قوي جدا بشكل كامل كان النهاردة كمان الفريق بيواصل تدريباته والتدريب يمكن بدأ فيه تمام الحادثة عشر صباحا طبعا أن مباراة أسوان يعني هيتم قامتها في السلسة والربع فيمكن الجهاز الفني فضل إن التدريبات تكون في نفس الأجواء أو في نفس درجة الحرارة خاصة يمكن درجة الحرارة أكبر كتير جدا من القاهرة من التكلم في درجة حرارة تقريبا 27 درجة مقوية في تقريبا نفس يعني موعد المباراة غدا بإذن الله ولكن بقى على السبيل أنت بتتكلم كمان على المعنويات والكلام اللي هي مع بعض يمكن زي ما قلتلك تم إغلاق الصفحة الأفريقية أو دور أبطال أفريقية بشكل مؤقت لحين يعني انتهاء مباراة أسوان بإذن الله يمكن تركيز بشكل كبير جدا سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني على مباراة أسوان مباراة لا تقل أهمية طبعا عن أي مباراة أخرى مباراة من ضمن 34 مباراة في إطار يعني عودة دور الممتاز ودرع الدور الممتاز لما كانوا الطبيعي في الجزيرة كل الأجواء هنا أكثر من رائعة كمان يعني بنشيد بترحاب وكرم ضيافة طبعا أهل أسوان المعروفة عنهم ممكن يعني ترحاب شريك جدا ببعثة النادي الأهلي هنا في أسوان كمان يعني أجواء أكثر من رائعة إن شاء الله تكلل وتستكمل غدا بإذن الله بالفوز في المباراة بإذن الله التي ستنطلق بإذن الله فيه تمام السلسة إلا الرابع يعني لا يتبقى بس غير توفيق ربنا يكون مع اللاعبين ودعوات كل جمهين النادي الأهلي إن شاء الله بكرا نشوف مورة كبيرة وعودة النادي الأهلي للبطولة المحلية بانتصار إن شاء الله يخليه يكمل وتبقى خطوات كتير جدا نحو اللقب المفضل لجمهين النادي الأهلي ولقب الدول العام كما يتكريم تفضل تمام كان بيدردش معي من شوية أستاذ إسلام محمد النقد الرياضي اللي بنوارنا في حلقتنا النهاردة وكان بيتكلم إنه فيه احتمال كبير إنه بقى فيه عملية إيه راحة لبعض اللعيبة من عينة علي معلول وكذا حد تاني هل سمعت حاجة في هذا اللي طار اليومين اللي فاته دور بالطبع كريم زي ما تعودنا يمكن بنبقى موجودين في التدريبات وبإنشاهدة ولكن طبعا ما ينفعش نتكلم عن تفاصيل التدريبات الخاصة بالجهاز الفني النادي الأهلي ولكن ده حق أصيل طبعا للجهاز الفني اللي هيشوفه أفضل للفريق سواء بقراحة اللعبين أو اللعبة بيه تشكيلته الأسية ده طبعا حق أصيل للجهاز الفني ولكن تأكد إنه كل اللعبين اللي موجودين في قوامة النادي الأهلي مركزين بشكل تام أي لعيبة هيكون موجود في الملعب هيقدل عليها هيقدل بشكل أكثر من الرؤى وبإذن الله هيكون عنده حص نظام جميل النادي الأهلي ويعني اللي قدر وعدك بيه إن شاء الله بكرة هتشوف فريق النادي الأهلي في أحسن حالة سواء بدنية أو فنية أو معنوية وبإذن الله زي ما قلت لك يكلل موجود كل الموجودين هنا بالفوز بإذن الله وإضافة صلاحة نقاط جديدة يحفظ بهم النادي الأهلي على صددته للدوري وتكون إن شاء الله خطوة من خطوات عريدة لحظ البطولة بإذن الله بإذن الله وإحنا الحقيقة ما نفسناش في أكتر من كده المهمة يا توفيق تعمل حسابك وانت راجع اعمل حسابي معاك في شوية كركديه وشوية فونسوزاني أسواني اعمل حسابك في الدوم معايا في الدوم ياريت يا توفيق نشكرك يا توفيق شكرا جزيلا أنه ورطيناك العادة شكرا جزيلا واضح إن الحالة المعنوية ودي برضو سمة الأبطال دايما الفرق الكبيرة الألطف بالنسبة لنا لكن سياسة قلب الصفحة اللي بتتميز بيها دايما أجيال النادي الأهلي المتعرف بص يا كريم أدر الناجي الأهلي تخيل أنت أن الأهلي بيلعب في 3 بطولات في حوالي 15 يوم يعني بيلعب في كأس العالم الأندية بعد كده بيلعب في بطولة أفريقيا بعد كده بيرجع يسافر أسوان يلعب في الدوري المحلي هو ده أدر الناجي الأهلي هو ده تشيرت الناجي الأهلي أنا أخد حاجة من توفيق في اختام كلامه قالها أن الفوز بكرة على أسوان خلي بالك هيبقى مهم جدا 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 بالنسبة لأنا دي أهم مباراة في الوقت الحالي في الفترة الحالية شمعنا لأن الأهلي راجع من كبوة زي ما أنت ما قلت الكبوة الهلال السوداني هي مش مجرد كبوة مباراة أو مجرد كبوة هزيمة في أرض الملعب هي هزيمة ولكن يجب على لعبي الناجي الأهلي أنهما يردوا في الملعب يردوا على أي فريق في الملعب الأهلي فريق كبير الأهلي مش هنتكلم عنه يا كريم ولكن الفوز على أسوان هي بداية انطلاقها للدوري المحلي ما تنساش أن أنت كمان عندك مباراة مهمة جدا أمام ساندونز المباراة اللي هتكون قوية جدا 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 دايما بيحجروا مع الناجي الأهلي بتبقى دايما نقلاتهم معنا قوية بص الحقيقة يعني عارف أنت أنا دايما دايما بشوف القرع بالكربون يعني حتى دخل بعد كده كمان الهلال معنا في اللعبة يعني ساندونز وده ما يمنعش أن ساندونز يخلي بالك برضو يعني فالخير علينا يعني دايما دايما في مجموعة الناجي الأهلي لما بيكون في ساندونز هو بيكون فالخير علينا بنمشي لمراحل بعيدة جدا بناخد البطولة كلر كمان أبلغ اللاعبين بحاجة مهمة جدا خلاص طوى صفحة كأس العالم للأندية وقال لهم بالنص كده كريم أن بداية العودة لكأس العالم للأندية مجددا هو مباراة ساندونز المقبلة بعد مباراة الهلال طبعا المباراة اللي أكيد كل جمهور الناجي الأهلي زعلان بسبب النتيجة أو ما كانش يتوقع هذا السيناريو يعني على الأقل كان الأهلي قادر أنه هو يرجع بنقطة تعادل في بس لقطة بتاعت محمد الشناوي أنا مش أعتب عليه ولا هلوم عليه لأنه لما شاهدت اللقطة أكتر من مرة طبعا أنا عايز أقول لك أن محمد الشناوي محمد الشناوي قال كده بالنص قال لك أنا عناية اتقفلت لجزء من الثانية يعني مش شايف في لحظة لعب الكرة لعب الهلال السوداني فأنا أنا مش يعني بص أنا ما عنديش أدنى شك أن الأهلي هيصعد من هذه المجموعة واصق في الناجي الأهلي واصق في رجالة الناجي الأهلي عندنا مدرب على أعلى مستوى مستر مرسيل قولر الراجل يمتلك من الخبرات ما يكفي أنه هو يمر بهذه الكبوة أو هذه المباراة أنا أسميها هذه المباراة لأن هي مش كبوة يا كريم فأعتقد أن الأهلي يسير على الطريق الصحيح بداية من الغد أمام أصول طيب خلينا بقى نروح نتطمن شوية على منتخب مصر للشباب فضوء الانطلاقة وانطلاقة فعاليات البطولة دي اللي بتنظمها مصر شفت إزاي ماتش منتخب مصر للشباب مع موزنبيق بص إحنا حطنا نفسنا في موقف لا يحصد عليه يعني موقف محرق جدا خاصة أن السنغال كسبت نيجيريا يعني هي بس نقطة التحول هنا لأن أنت هتلاعب نيجيريا يوم الأربع المقبل أنت ما قدامكش خيارات غير أنك أنت لازم تكسب نيجيريا ونيجيريا قوة جدا أنا بس اللي بعتب عليه للكابتن محمود جابر وبعتب عليه للشباب طبعا لمنتخب الشباب أن أنت لو ما كسبتش موزنبيق هتكسب مين يا كريم موزنبيق من أضعف المنتخبات اللي موجودة في البطولة ككل مش في المجموعة أنت معك مجموعة قوية جدا معك السنغال معك نيجيريا أنت دلوقتي أصبحت في موقف لا تحصد عليه أنت لازم أول حاجة تبصّلها أنك لازم تتخطى نيجيريا ما عندكش حلول الرفاهية أو ما عندكش حلول أنك أنت ممكن تاخد نقطة أنت لازم تفوز على نيجيريا ما قدامكش حل غير كده والحقيقة أنا بس بعتبتاني على الكابتن محمود جابر أني أنا مش شايف حالة انسجام يا كريم موزنبيق تحايف سألك عليه أنت كنتم من شواء بتتكلم كنت أقول لك بعد ما خلصت الكلام كنت أقول لك طب ده على صعيد النتيج نه طبعا على صعيد الأداء بقى حجم الطمأنة اللي أنت حسين ديها مش شايف حالة انسجام أنت متخيل أن المنتخب ده متجمع بقاله فترة يعني مش لسه وليد اللحظة وعمل المباريات ودية ولكن أنا مش شايف انسجام في الملعب خالص أنا شايف المنتخب بيلعب عبارة عن مهارات فردية داخل الملعب فقط لا غير كل لعب مش هقول ما بيفكرش في المنتخب أو بيفكر في نفسه احنا طبعا مش هنسلمهم مش هنقول كده ولكن ده المنتخب مصر يا جماعة ده شيرت منتخب مصر مباراة افتتاحية يا كريم مباراة على ملعبك ومهورك يعني لما تتعادل مع موزنبيك أنا حزاري حزاري منتخب مصر انه هو ما يعملش نتيجة ايجابية والنتيجة الايجابية يعني انا اعنيها الفوز امام المنتخب الناجيري اللي جاي خسران من السنغال وعايز يعوض هو كمان طبعا هينزلوا يأكلوا نجيل طبعا بالمعنى الحر طبعا طبعا انت برضو ارجع اقولك بالنسبة لنفس في ضوء اللي انت شفته هل وجود عناصر من اللعيبة المصريين المحترفين في الخارج في الفئة العمرية دي في المرحلة السنية دي شفتلها نعكسات طيبة في النقص بص انا حزين بس على عدم وجود صلاح باشا اللعب ده مميز جدا طبعا يعني انا كنت اتمنى ان هو يكون موجود طبعا بكل تأكيد وكل المصريين كانوا يتمنوا ان هو يكون موجود ولكن قدر الله مش افعل اعتقد اني هي حتة الانسجام برضو هرجع اقولك ان لما اللعيبة المحترفة اللي هي بره دي انت بتجيبها مع المجموعة المتواجدة اللي هما المحليين وخلي بالك اناعني هنا المحليين ان اللعيبة دي كلها بتلعب في دور ممتاز هما بيلعبوش في دور الدرجة التانية لا اللعيبة دي معظمها بتلعب في الدور الممتاز انا بس كل اللي انا مش متخيله يا كريم ان ان انت ما روحتش بفرص حقيقية او ما هددتش مرمى المنتخب الموزنبيكي فما بالك هتعمل ايه مع المنتخب النجيري القوي جدا 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 كابتن محمود جابر بدأ بشكل كويس في المؤتمر الصحفي ولكن انتبعاته انتبعاته كلامه في المؤتمر شيء واللي انا شفته على ارض الملعب شيء مختلف تماما نتمنى تضارك الموكف سريعا احنا منتخب مصر كل مرة بكرر جملة احنا منتخب مصر يعني انت متخيل ان منتخب موزنبيك او النيجر مع احترامي لكل المنتخبات دي يا كريم بتشوفك انت ازاي او بتبصلك انت ازاي طبعا طب هل شفت يعني لاعب او اكتر حسيت ان ممكن يبقى نواة طيبة للمنتخب الاول في يوم الايجر اكتر لاعب لفت نظري هو الساعي لاعب مميز جدا على فكرة ولاعب كان من اخطر اللاعبين في المباراة المنتخب وموزنبيكي مبارح بكل تأكيد لاعب عنده الكتير اللي هو اللي يقدمه سواء لمنتخب الشباب او حتى للمنتخب الاول كمان في المستقبل الحقيقة احنا عندنا كمان خامات مباشرة جدا كمان في خط الدفاع احنا عندنا خط دفاع مميز جدا كويس انتكملت كده لان الجملة لو كتوقفت عند الاسم واحد بتعقول لك دي حاجة تخوف منترب عندك منتخب شباب ومش شايف فيه الوحيد هو اللي يصلح كنواة طيبة المنتخب الاول في يوم الايجاب لا احنا عندنا اكتر من عنصر مميز داخل خط في خط الدفاع تحديدا ولكن اللي انقصنا يا كريم خط الوسط وخط الهجوم احنا عندنا مشاكل في الحتة الامامية دي عندنا عكم بشكل كبير جدا 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 احنا رحنا اه شفنا مبارح مباراة موزنبيك لو انت مكسبتش موزنبيك في الحالة دي او في الوقت ده هتكسب موزنبيك امتى وبذات على ارضك على رأيك اضعف منتخب في المجموعة كمان يعني انت لو انت مستني حاجة من ناجيريا او السنغال كنت لازم تكسب موزنبيك اولا اولا حتى لو تعصرت لقدر الله في مباراة ناجيريا او خطفت تعادل حتى لو اتحب التعصر الى حد كبير منطقي منطقي بالفعل ان انا اتعصر امام المنتخب الناجيري وده طبعا اللي احنا بكل تأكيد ولا انا ولا انت ولا كل المتابعين او المشاهدين المصريين بيتمنوا او حتى لو تعصرته قدام المنتخب السنغالي فهو منطقي انما انت تتعصر امام المنتخب الموزنبيكي اللي كان لابد لابد انك انت تعمل ضربة بداية قوي جدا انك انت تتحقق الفوز معنويا طبعا كان هيفرق بشكل كبير جدا في رأيك ممكن فيتوريا في يوم الايام يستعين بعنصر عنصرين ثلاثة من اللي انت شفتهم في الوقت الحالي صعب جدا كريم مش يعني مش هقولك اه مبشرة زي ما اتكلمنا ولكن مش هي العناصر اللي ممكن تشلك المنتخب الاول الفترة اللي جاية عندك عناصر مميزة لازم الكابتن محمود جابر بقرارها مرارا وتقرار ان هو يشتغل مع بعض اللاعبين ويوسف حسن تحديدا لازم يشتغل معاه بشكل كبير جدا في اكتر من عنصر مميز ولكن مش الوقت الحالي يا كريم اللي تقدر تقول ان هم نواه للمنتخب الاول الفترة اللي جاية انا معجب جدا باللعب الساعي اللي انا بقولك عليه لعب الحقيقة رائع لعب هيديك كتير الفترة اللي جاية ونفتكر هنا في قناة الناجي الاهلي ان احنا اتكلمنا عليها كريم معاك في برنامج عشر الصبح اعتقد هيبقى لعب مميز جدا هو ده اللي بالنسبة لي انا شخصيا اللي اقنعني مفيش حد بامانة كل امانة اقنعني تاني مع المنتخب الشباب طيب تعال نروح لملف مختلف حبتين ونروح برد قدم العالمية وطالما قولنا كلمة عالمية بقالنا نستهل بكريستيانو رونالدو اللي كان قال بالدنيا الفترة اللي فاتت بمجرد بس من اول ما كان فيه كلام على انتقاله للدوري السعودي كيف رأيت هذا الانتقال كيف رأيت مشاركة كريستيانو رونالدو مع فريقه حاليا وخصوصا بعد ما سجل سوبر هاتريك من فترة مش بعيدة طبعا بص يا كريم قبل بس ما اتكلم على رونالدو اتكلم بس على تريزيجي لان تريزيجي طبعا لعب يهم كل الاهلوية ويهم الشارع الكاروي المصري سواء منتخب او الشارع الكاروي المصري بصفة عامة وتحديدا النادي الاهلي تريزيجي يعني بنسبة كبيرة هو مرشح ان هو ياخد لعب الجولة في اليوروبا ليك تخيل انت لاعب بحجب محمود حسن تريزيجي لعب مميز جدا لعب مختلف يعني في كل الاصعادة يا كريم يصنع لك الفارج في اي وقت من بص من خرم ابرة زي ما احنا ما بنقول الحقيقة لعب مميز جدا فكنا لازم هنا طبعا من خلال قناة النادي الاهلي ان احنا نلمس على الحتة دي طبعا بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى له اللي هو يحصل على لعب الجولة يا اخي دايما لما اللعبة بتاع انت بتطلع برا طبعا وتتلعى بقى في منظومة مصبوطة صحيح بيتعلقوا يعني اخيرهم حتى يا امام عشور بسا من يومينا حالا اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه كتير جدا تخيل انت فيه اكتر من لاعب اكتر من لاعب مؤخرا مؤخرا انا مش بتكلم على ناجي باينه ولكن معا بي كانت في الموت تخيل انت امام عشور بيخرج بيخرج من الناجي المنافس بيتقلق برا تخيل انت يوسف اوباما ايضا بيخرج من الناجي المنافس بيتقلق في الدوري السعودي تخيل مصطفى محمد بيعمل شغل ولا اروع من كده طبعا وعمل مباراة كبيرة جدا امام اليوفي الحقيقة فما بالك انت اللي بيحصل دلوقتي بص احنا عندنا منظومة لابد ان هي تراجع نفسها في حاجات كتير جدا جدا افتح بقى الحوار زو السجون افتح علينا الباب ده اللي بيستنعرف ايش بالاسف الشديد والله دي حاجة حزينة جدا لان الحقيقة كرة القدم المصرية وتاريخ كرة القدم المصرية وإمكانيات لعيب اقدم اتحاد يا كريم اقدم اتحاد فالواحد بيكون حزين يعني الواحد تخيل انت لما بيتكلم على مصر او الاتحاد المصري لكرة القدم اللي انا بالمناسبة يعني انا بالمناسبة بناشد المسؤولين في اتحاد المصري لكرة القدم بصوا على المنظومة النكحة وامشوا وراها مش عيب خالص اعملوا زيها احنا بنشوف منظومة كرة اليد يا كريم نكحة بشكل كبير جدا مش عيب خلي بالك ان انا لما اشوف منظومة نكحة اجيب المسؤول في اتحاد كرة اليد وقولوا انت عملت مش عيب مش عيب ده الصالح الكرة المصري ده الصالح الكرة المصري بكل تأكيد هاروح بقى الحت بقى رونالدو طبعا عشان انت قاعد ترقصني كده معا لان انا واحد من الناس اللي بص يعني طبعا الشق المادي والمقابل المادي الضخم من منطلق انه مش بس جاي ككريسيانو رونالدو عشان يلعب فريق سؤولي لانا كمان ده هما موظفينه كما ينبال بشكل كبير دي الدن صحيح بس انا واحد من الناس بشكل عام ومش بتكلم عنه هو شخصيا بشكل عام انا الاساطير ما بحبهاش تمشي من امكانها كلام سليم كنت اتمنى انا شخصيا كريم ان رونالدو يختم مسيرته في ريال مدرين لو سألتني انا على المستوى الشخص كنت اتمنى يعني هذا اه اه طبعا اه طبعا الحقيقة رونالدو يعني تخيل انت يعني الفريق اللي بيلع فيه رونالدو دلوقتي فريق النصر السودي طبعا تخيل انت كان قابل رونالدو ايه انا بكلمك على منظومة منظومة كريمة اه ولازم نحط دي بن كوسين وتخيل دلوقتي المنظومة بقت في حتة تانية خالص طبعا طبعا فهو كيمة رونالدو في الدور السعودي ده هيفتح ببن كتير جدا 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 ليس لرونالدو ولا المست فقط ولا الديمارية ولا اللعبة معينة ده فيه اسام كتير الفترة اللي جاية لقد دنيا هتحلقوا بقاطئة كريمة صحيح وهتبع دوريات مولاة عبد معنى الخرق اه طبعا وبنتمنى الشفاء برضو لنمار لانه خرج اه طبعا وخرج باكيا كمان طبعا الحقيقة بس اللي انا عايز اتكلمش يا كريم مش هللحقا ويشكو نحن فاضل عندنا عشر سواج يعني يا دوبة اشكرك شكر جزيلا على وجودك في حالة بحلقتنا النهاردة بس ان شاء الله للحديث بقية حبيبي انا اللي بشكرك وكل مرة الحياة والله بأمانة يعني انا بكون موجود في بيتي هنا انا بكون فخور مع فريق اعمل مميز الناس اللي موجودة اللي خلف الكاميرات الناس اللي بتاعت عديه بشكرك يا كريم وبشكور قناتنا دينا طبعا العظيم حبيبي نورت القناة ونورت الدنيا كلها ربنا خليك وان شاء الله زي ما بقولك يعني هيكون لحدتنا بقية بزن الله طب يا حضرات احنا هنتلع فاصل نرجع من الفاصل حضراتكم هتلاقونا ان شاء الله في ثالث وآخر فقرات الحوارية وجدير بالذكر هي فقرة مسجلة فقرة طبية مسجلة كان منورني فيها دكتور باهر السعيد وكلمنا فيها عن موضوع يهمنوك جدا تابعوه وبشكركم على حس المتابعة وشوفكم على خير اشتركوا في القناة